بالتأكيد الموازنة كما الجميع ليست مثالية والموازنة لن تتضمن خطة إصلاحية اقتصادية شاملة لكل مشاكل الاقتصادية الموجودة بالبلد والموازنة في إطارها العام وهي عبارة عن غطاء قانوني للدولة حتى تنفق في موارد الإنفاق بالتأكيد الموازنة لا تتضمن خطة إصلاحية لكل المشاكل لا نأتي أن نثخن كاهل الموازنة بأن يكون هناك خطة اقتصادية شاملة تتضمن الموازن بالتأكيد هي خطة سنوية وإذا كان هناك مشاكل اقتصادية داخل البلد هذا من خلال خطط التنمية وإجراءات وزارة المالية وزارة التغطية تتخلص من هذا المشاكل القضية بعض الشرائح التي تذت لربما في قانون الموازنة كما قلت أن الموازنة ليس مثالي ولن يأتي بكل الحلول بسبب تراكم المشاكل الموجودة في البلد لو افترضنا أنه في كل سنة مالية يتم معالجة مشكلة معينة من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلد ترجمة نانسي قنقر